الحمد لله عب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فيقول رب العزة في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني واجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقعاب الأرض خطايا لا تشعك بي شيئا للقيتك بمثلها مغفعة وفي الحديث أيضا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أزنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي ذنبي فقال رب العزة علم عبدي أن له عبا يغفع الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم عاد العبد فأذنب فقال رب اغفر لي ذنبي فقال رب العزة عز وجل علم عبدي أن له عبا يغفع الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم عاد العبد فأذنب فقال رب اغفر لي ذنبي فقال رب العزة عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفع الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء وعن عدبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدعا قال كنت أصلي لقومي بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار شق علي اكتيازه فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أنكرت بصري أي ضعف بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اكتيازه فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي في مكان أتخذه مصلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سأفعل قل عدبان فغدى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عادة الأدب النبوي فأزنت له فلم يجلس حتى قال انظر إلى قمة ورقي الأدب النبوي أين تحب أن أصلي لك فأشرت إلى المكان الذي عادت أن أصلي فيه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عدبان وصلينا بصلاته فلما سلم حبسته على طعام صنعته له وجاء الناس فلما جاء الناس قال أحدهم أين مالك؟ مالك والد عدبان أين مالك؟ لا آه فقال أحدهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله يعني أنه لو كان يحب ورسول الله لكان في انتظاره ولا سابق في استقباله فقال أحدهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فماذا كان من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نبي الرحمة قال لا تقول ذلك لا تقول ذلك على أخيك لا تدعي على أخيك شيئاً ألا طاه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى فقال القائل الذي قال أين مالك لا أراه؟ إنه لو يحب الله ورسوله قال الله ورسوله أعلم إن كان يبتغي وجه الله أو لا يبتغي وجه الله أما نحن فوالله لا نعوده ولا حديثه إلا إلى المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد حرم النار على من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى وعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب فإذا ماءة من السبي تسعى إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ألسقته ببطنها فأضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أطعون هذه الماءة طريحة ولدها في النار بعد أن عصعت عليه بعد أن غاب عنها والتقفته من السبي أطعون هذه الماءة طريحة ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم الله آحم بعباده من هذه بولدها وفي الحديث أيضا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى مئة رحمة إن لله تعالى مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الخلائق فبها يتعاطفون وبها يتعاحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخى الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة والحديث أيضا متفق عليه أخراجه الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما فما أعظم رحمة الله بعباده علينا أن نترحم أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أرحموا ترحموا نسأل الله أن يفتح لنا أبواب رحمته وأن يجعلنا من أهلها في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته